مزيد من التفاصيل حول الأوضاع الميدانية ينضم إلينا عبر الهاتف القائد الميداني الطاهر بن غربية سيد الطاهر مرحبا بك بداية ما هي آخر التطورات الميدانية حتى الساعة بحسب اطلاعك أولا السلام عليكم على كل من يشاهد ويتابع قناة التناصح تحية مسائية طيبة بصراحة قبل أن أدخل إلى تفاصيل أحداث اليوم في الميدانية منذ ساعة حوالي تقريبا من الآن تمكننا من انتشار أحد الجتة للميليشيات التي سقطت من يوم السبب عندما قلت لكم في المداخرة إن جتة رمب التناسلت على أرض المعركة فكان بصراحة بكل مصدقية دائما نحبب بكل مصدقية هذه ثاني جتة يتم انتشارها وهناك العديد من الجتة بإذن الله تعالى سوف ننتشل هذه الجتة بالكامل وهذا لأهلنا وناسنا بالكامل اللي يسمعوا فينا شوفوا بناكم حتى اللي موت منهم يبقى مرمي في الساحة ويرغبوا بسيبور نقول لكم راه بناكم مرميين جاعدين في أرض المعركة وهذا الأسير جاي بيش أنه هو يهدر دماء بوعكم ويقتلكم وبصراحة أشوف أنت حتى تخصوا فيه حتى أنهم هم يسحبوا جتة انتعة ولكن لا دب الفرار وتركوا وراءهم جتتهم وأقول لكم من يريد أن يفكر في الدخول إلى منطقة سرملة وأي تمركز هناك انقطاع في الصوت بالنسبة للموضوع الميدانية اليوم قوات بركان الغضب متمثلة في مدفعية بركان استطاعت أن تدمر عرب عليها 23 تدمير كامل أيضا استطاعت تدمير عربة جراد كامل هذه العربة تستعد تلاقص وريقها نحو العاصمة أيضا هناك تجمع أيضا بواد الربيع تم فحكه بالكامل أيضا الأمور طيبة بالكامل وتواصل مدفعية البركان استطيادها العربات الجراد والمدفعية وتجمعات المرتفقة بالنسبة لباقي المحاور تعتبر اليوم شبه هادية وإن كانت هناك أمس يوم ليلة أمس المتأخر كانت هناك الشبكات المرتفقة في محور الخلطات باقي الأمور طيبة بالكامل والله الحمد الطهر بن غربية القائد الميداني كنت معنا عبر الهاتف نشكرك جزيل الشكر